مصر مستمرة مواصلة تحركتها بمنتهى منتهى الحماس واليقين والأمل والإصرار للاتفاق على آلية لاستمرار فتح معبر رفح لنقل الجرحة والرعاية الأجانب وعبور المساعدات لغزة تأكيدا على دور هذا البلد العظيم في مسندة أشقاء الفلسطينيين معنا على التليفون دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أهلا بك يا دكتور طارق تحياتي لحضراتك أستاذ يوسف وكل المتابعين تحياتنا لك دكتور طارق يعني إلى متى سوف يستمر هذا الألم في ظل عدم تفعيل أي قرارات للشرعية الدولية عدم تفعيل أي بند من بنود القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني يعني واضح أن الدولة الإسرائيلية هذا الكيان ليس له مرجعية ليس له ما يمكن أن يحتكم إليه هو لا يعبأ بالمجتمع الدولي لا يعبأ أو يكترخ بهذه الأسرة الدولية يقول عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول إنه قرار مشين يعني هذا التطاول تطاول على الجمعية العمومية تطاول على الأسرة الدولية تطاول على الأمين العام للأمم المتحدة تطاول على مدير المفاوضات السامية لحقوق الإنسان تطاول على يعني كل الشخصيات وكل القرارات الدولية ذات الصمة تطاولوا عدم اقتراض بها هذه نتيجة عدم المرجعية هو إيه الحاكم إحنا كأفراد أو جماعات أو كدول إيه اللي بيحكم تطرفتنا هو وجود مرجعي لكن لما يبقى الدولة ملهاش مرجعية خلاص يعني عيارها بينفلت من عقاله وبنشوف هذه الصور التي تؤكد أن التنظيم الدولي يعني يتداعى التنظيم الدولي يريد أن ينقض التنظيم الدولي يحتاج إعادة كتابة يعني مشارطة هذه المفاق مرة جديدة المفاق الأمم المتحدة وحق الفيتو حق الفيتو لم يكن يعني ريشة على رؤوس الكبار حق الفيتو ده معناه أن الكبار الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية والذين جنبوا العالم ويلات الماضي يقالوا على أنفسهم أن يحفظوا السلم والأمن الدوليين لماذا لا يقومون بهذه المهمة الآن؟ ما قيمة التنظيم الدولي الآن؟ إن لم يكن هناك ذلك الحفظ حفظ السلم والأمن الدوليين أيضا يعني فيما يتعلق بالمجتمع ونحن الآن لا نطالب بالعدل ولا نطالب بالمتواهة ولا نطالب فقط بحفظ السلم والأمن الدوليين ده الأكثر من ذلك ده احنا فقط نطالب بهدنة إنسانية يعني كل الطلبات تتضاءل تتضاءل وتخفض أمام ذلك الصلاة الصلاة في الأمريكي بص إسرائيل في النهاية إسرائيل هي وكيل المستعمر البريطاني القديم ووكيل المستعمر الأمريكي الجديد هي كيام بالوعة بالوعة لبالع وقضل الأسروات العربية ومستقبل العرب أتصور أن ما يحدث الآن واضح أن تم تتغيير كبير جاذري العالم المجتمع التولي ليس فقط أمريكا ليس فقط العم سام والأوروبي الذي يمسك ويتشبث بذي الباب الأمريكا العالم الآن أمريكا الجنوبية الروسيا الاتحادية الصين الهن الأسيويين الأفارقة العالم أصبح متسع وأكثر رحابة وتصور أن الآن أصبح يعني يضع إسرائيل في موقعها ويرى أنها تتعالى عليه تتعالى على المجتمع الدولي تتعالى على الأسرة التولية تريد أن تكون استثناءا من عدم تطبيق القانون والإنصياء عليه وهذا ما لا يمكن قبوله أتصور أنه يوم الجمعة القادم بعد أنتوني بلينكين بيأتي إلى هذه المنطقة مرة ثانية وهناك خطاب منتظر من حسن نصر الله وتطورات شديدة التصارع حتى يعني نبه إليها فخمت الرئيس السيسي عندها لا نريد أن تتضحرج الأمور العالم الآن يعني يتضحرج من أعلى جابل التنظيم الدولي والعلاقات الدولية لا نريد أن يكون هناك حرب إقليمية لا نريد أن تكون هناك يعني كوارث لا يمكن جمحها أو السيطرة عليها ولكن هناك ذلك الصلف من الولايات المتحدة والأوروبيين وعدم الاهتمام وعدم الاقتراف لهذه المآسي وهذه المجازر وفي النهاية ماذا يحدث لا تستطيع إسرائيل أن تحقق شيئا من أهدافها ولا أهدافها السياسية ولا العكري ولا الاستراتيجية ولا الأمني كل ما تصنعه الآن هو قتل المدنيين قتل الردع قتل الأبصال هذه هي الحضارة هذا هو التفوق هذه البطولة والفطولة يبدو بدا أن العالم بيحاول قدر الاستطاعة أن النظام العالمي القديم يتغير فيصبح هناك نظاما عالميا جديدا فيه التعددية أكتر للقطبية قدر الاستطاعة العالم قعد لسنين طويلة أكتر من 30 سنة عنده أحدية قطبية موجودة في واشنطن يحركها عقل سياسي موجود في لندن الدراعات والعضلات في واشنطن والمخ موجود في لندن صح أو أنا غلطان؟ تمام حلو جدا أصبح في محاولة لخلق تعددية ما هذه التعددية يبقى داخل في المعادلة بتاعتها موسكو داخل فيها بيكين إلى آخره إذن كل يبحث لنفسه عن دور ويصبح هذا الدور ضاغط وفاعل وبدأنا نشوف ده لهذه الدول اللي بدأت تدخل على خط المعادلة زي الصين وروسيا الاتحادية سؤال بقى والعرب فين من هذا النظام؟ هل يستطيع العرب أن يمارسوا ضغط ما لحل هذه القضية؟ العرب مش مصر بس يعني أحييك أستاذ يتفع على هذا السؤال هذا السؤال العرب بقى تصور العرب لهم قدرات ولهم إمكانات ولهم مقومات قوة العرب الآن الـ 22 دولة عربية في جامعة الدول العربية إن اتحدت إرادة عربية موحدة تم صياغة إرادة عربية واحدة مجموعة إرادات عربية واحدة هي قوة عظمة بالفعل يعني ليست تصبح قوة عظمة هي بالفعل الآن في هذه اللحظة اللحظة وأنا أحدثه هي قوة عظمة عظمة بإيه؟ بعناصرها يعني الدولة المصرية بقواتها وجيشها وقتلتها السكانية وهذه القتلة من الشباب وهذه العقول هذه العقول الفاذة الثروات الطبيعية النصطية والغازية والمعدنية والفنديق السيادية والاستثمارات العربية الخليجية في أوروبا والولايات المتحدة كل ذلك كل أولئك مقومات قوة عظمة قوة عظمة لا يستهان بها ولكن ايه المشكل؟ المشكل هو غياب هذه الإرادة الموحدة هو ذلك الإنقزارا وعدم وجود يعني بلورة لإرادة واحدة أتصور أن الدولة المصرية الدولة المصرية في هذه اللحظة يعني ليست في فنية ولا عشان إحنا مصريين لا الدولة المصرية في هذه اللحظة دولة عظمة يعني ايه دولة عظمة؟ عظمة حضاريا عظمة ثقافيا عظمة تراثيا طبعا الأمور دي مفروغ منها لكن أنا لا أقصد أنها عظمى بهذا الإرث الحضاري ونضعه في الفاترينات الزجاجية لا هي عظمى في سياساتها الخارجية لأنها دولة تقدم نموذج لذلك الانتفال وذلك الانصياع لأحكام القانون الدولي هي أساست الأمم المتحدة في 45 أساست جامعة الدول العربية في 45 أساست منظمة الوحدة الأفريقية 63 اللي أصبح الانتحاد الأفريقي دولة تحترم اتفاقاتها وتعهداتها دولة جيشها يحارب ليس افتئاتا وإنما أو عضوانا وإنما اتفاعا عن حقوقه وبعد ذلك تجلس للسلام وتخوض السلام ومشاق التفاوض والسلام إلى التحقيق ثم يكون الرئيس السيسي قيد الرئيس السيسي في 2013 عندما أراد العالم أن يحقق يعني شرق أوصب جديد بتغييرات كثرية جديدة يعني يا دكتور طارق تشوف أنه إجمال الدول العربية يعني إحنا بالأرقام أظن بس صححني أظن أنه إجمال الدول أو إجمال السندوق السيادية العربية كلها أكبر من أكبر صندوق سيادي موجود في الدنيا هل يستطيع العرب لـ 22 دولة أن يمارسوا ضغطا اقتصاديا مهولا مؤلما على الدول اللي بتدعم إسرائيل في استمرار العدوان أستاذ يوسف أنت عارف أنا مش أقول أن هذه الدول الغنية وتنديقها والتثماراتها ووفراتها أنها تسحبها ده مجرد التهديد مجرد التلويح التلويح بذلك التهديد بذلك فقط التهديد يعني ليس شروح في ذلك وليس ممارسة الفعل وإنما فقط التلويح التهديد قادر على أن يجعل هذه الدول تكسو على ركبتها كل الدول دي ليس كده ترونك على مثال غريب عندك شفت جو بايدن جو بايدن لما جاء أولا كان يبدي تعنطا وإنه مش هيتصل بولي العهد السعودي وإنه مش هيتصل بالقيادة المصرية وإذا به يتصل بفخامة الرئيس السيسي وأشكوره على ما قام به من تهديئة ومن دور مصر الرئيسي والمحوي وأيضا يذهب إلى ولي العهد السعودية ويستجد أن يقوموا بزيادة ضخم من البترول والغاز يعني هذه الدول العربية دول فيها كل مقونات ومرتكبات القوة ولكن إيه المشكلة نعود يعني نعود إلى النقطة الفارقة إنه ما فيه وحدة إرادة ما فيه قرار موحد عربي عربي يقول إحنا هنعمل كذا أشكورك جدا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية وأظن أهو يعني آه العرب يقدروا كلنا لو خدنا قرار واحد ومش بس الحقيقة مش مجرد التلويح لا هو التلويح اللي العالم يبقى فاهم إنه قابل للتنفيذ مش تلويح وهنتراجع لا لو العالم عارف إن العرب إذا لوحوا بذلك وهينفزوا إن لم يتم الاتفاق أو التوافق على نقاط محددة محددة إحنا مش قاعدين قاعدة على طرابزة صفرة محددة آلية جداول زمنية هنعمل إيه ثم إيه ثم إيه وصولا إلى أنهي نقطة ترجمة نانسي قنقر